بسم الله الرحمن الرحيم نكمل محاضرتنا عن السيركل دايقرام وسابقاً تحدثنا عن الأوبريتينج بوينت هاي اللي تشوفونا أمامكم وقلنا عليها أكثر من مرة هي أني أوبريتينج بوينت يعني طريقة تحديدها لم تسمعون بها أو لم نتحدث بها الآن في هذا الجزء من المحاضرة راح نتحدث عن تحديد نقاط نقاط التشغيل اللي هي بي أين تقع نقطة التشغيل ابتداء من أي إلى بي وان هذا المحل الهندسي لوقوع نقاط التشغيل بي وان بي راح نوجد كيفية تحديدها أول طريقة اللي هي يقولون عليها ماكس باور فاكتر أعظم عامل قدرة أعظم عامل قدرة يأتي من خلال الآتي تأتي بالمصدرة من نقطة الأصل وتسويلي مماس إلى الدائرة هذا المماس في هذه النقطة راح نرسم جزء من عنده لأن الورقة راح نعيد عليها أكثر من نقطة التشغيل هذا المماس للدائرة في هذه النقطة مو كلش مماس نعم المماس لهذه النقطة للدائرة من نقطة الأصل يمثل ماكس باور فاكتر هذه النقطة هذه النقطة تمثل بي بي وان سنسميه أو بي اكس بي ماكس نعم بي ماكس هي أعظم عامل قدرة تأتي من نقطة الأصل تعمل مماس للدائرة وتحسب لي قيمة الفاور فاكتر اللي هو هذا أعظم عامل قدرة هذه النقطة بي اكس سميناها بي اكس نقطة تشغيل منها هي نقطة التشغيل بي يعني تعيد عليها كل حساباتك حساب القدرة حساب الإدخال حساب السليب التورك أي قراءات ثانية اي وان اي تو داش من خلال حددتها النقطة هذه أول طريقة أو أول حالة للأوبريتينج بوينت أكو حالة ثانية يقولون عليها الماكس انبوت باور ماكس انبوت باور أعظم قدرة إدخال وأعظم قدرة إدخال تأتي إلى أعلى قمة الدائرة واللي هي هاي هذه تمثل النقطة تمثل الماكس انبوت باور يعني البي راح تكون في هذا المكان تلاحظوا إياه حالة الماكس باور فكتر والماكس انبوت باور الماكس انبوت باور هي على قمة الدائرة أعلى قمة الدائرة عندي عبارة أخرى دائما تذكر اللي هي الماكس تورك الماكس تورك أعظم عزم أعظم عزم هذا خط العزم أخواننا شبابنا العزاء هذا خط العزم اللي أمامكم اللي هو المصدرة هسا في حدوده هذه إذا واضح بالكاميرا نعم هذا خط العزم تتحرك بشكل موازي لخط العزم لحد ما تقطع الدائرة أو تمس الدائرة في نقطة هذه يمثل نقطة الماكس تورك ماكس تورك أعظم عزم شنو الأعظم عزم شون يكون يكون هو الخط الموازي لخط العزم بشكل أنه يكون مماس للدائرة في كل حالاتنا كنا نتحدث عن مماس في الماكس إمبوت بور معكس تورك معكس باور فكتر مماس للدائرة ماكس تورك إنبوت بور أيضا مماس للدائرة في أعلان قمة من الضائرة نصف الدائرة وهس التورك لائين عفوا اللي هو الماكس تورك الماكس تورك عندي هو المماس للدائرة بالشكل الآتي وهو الموازي لخط العزم هذه نبثل النقطة الثانية في كل حالة ينطيكيها بالسؤال نقطة التشغيل هي أعيد بشكل آخر كل سؤال بالسيركل دايجرام يقسم إلى جزيان حتى نحسب الدرجة حتى نشوف الطالب راح أتعامل معاك بالآتي أول مرة تسوي لكون خط الباور خط التورك والبيوان حددتها رسبت الدائرة هذه الجزء الأول والجزء الدرجة الأكبر على كيفية تحديد نقطة التشغيل وحسابات نقطة التشغيل باور فكتر سليب أو أي قيمة أخرى فتعتمد على حساباتك أولا بتحديد نقطة التشغيل أثنيا بحسابات نقطة تلك نقطة التشغيل يعني عندي السؤال يقسمي لجزيان جزء أول مرة وجزء ثاني اللي هو تحديد نقطة التشغيل وحساباتنا من نقطة التشغيل تحديد نقطة التشغيل وقتل تشغيل تحديد نقطة التشغيل